هنكمل دلوقتي مع بعض بقية مسائل الترجلومتريك سبستوتيوشن بيلي تكامل اكس كيو روت فور بلاس اكس سكوير دي اكس لو لاحظنا الشكل ده هلاقي ان الشكل ده بتاع التان كنا احنا في الشرح اللي فات قلنا لما هلاقي روت اي سكوير بلاس اكس سكوير هناخد الاكس اكوال اي تان سيتا فانا هنا هاخد الاكس اكوال الا اي انا عند هنا دي تو بار تو يبقى انا عند الاكس اكوال تو تان سيتا لما هيك اجيب دي اكس اكوال تو سكو سكوير مش تكت التان سكوال سيتا دي سيتا ونبدأ دلوقتي نعود فعندي هنا تكامل الاكس يبقى تو تان سيتا كيوب روت فور بلاس اكس سكوير فهايبقى دا سكوير هايبقى فور تان سكوير سيتا في الدي اكس اللي هي تو سكو سكوير سيتا دي سيتا لحد كده فيش اي مشكلة هنيجي نعمل ايه هنختصر ده انا عند هنا دي تو هنا تكامل ثمانية عند هنا ثمانية تان كيوب سيتا طيب بالنسبة لده انا عارف انا اخذنا من السود ده انا اي كان عندي قانون بيقول ان ال 1 بلاس تان سكوير سيتا فلو ضربنا فاربعة ايبقى 4 بلاس تان سيتا ايبقى وده اللي عنده هنا انا عند هنا 4 بلاس تان سكوير سيتا يبقى ده هيساوي 4 سكوير سيتا طيب ده كله تحت الجزر فلما هاخد الجزر هاخد جزر 4 6 square theta هيبقى 2 2 6 theta 2 دي بقى هتضرف ده يعني انا عندي دلوقتي ده هيبقى 2 6 theta 2 6 theta هتضرف ده هيبقى 4 6 square لا 6 square هنا 6 theta وهنا 6 square 5 6 q theta دي theta لحد كده تمام جد هنكمل بقى على الشغل بتاعها هندرب الاربعة في تمانية باتنين وثلاثي هنطلعها بر كامل بقى عندي tan cube theta 6 cube theta d theta علشان تعمل الكلام ده هو انا كان عندي مشتكة 6 عبارة عن 6 tan فانا محتاج الجزء ده يكون فيه 6 tan فالحل بسيط جد انا هاخد من tan cube tan واخد من 6 cube 6 فيبقى عندي 6 tan يعني هعمل هيبقى عندي هنا هنحل بالراح tan square theta 6 square theta في 6 theta tan theta d theta كده انا ما عملش اي حاجة طب انا لها عملت كده لان انا عايز يكون موجود عندي مشتكة السك اللي هي سك tan هبدأ قدر لك افك التان طب لما فك التان انا عندي التان هنا بتساوي ايه 6 square minus 1 عندي دعي يساوي 2.30 برا 6 square theta minus 1 في 6 square theta 6 theta tan theta d theta انا مش هضرب هنا في d مش هضرب في 6 square عشان انا عايز المشتكة تفضل موجودة معي طيب دلوقتي هكي 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 هدرب 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 ازاي هنا 32 في تكامل هدرب ده في ده في دول طيب سيك بار 4 سيطة في سيك سيطة تان سيطة سيك سيطة دلوقتي بقى هنلاحظ ان انا عندي هنا سيك تان وهنا في سكتان اللي هو مشتكة السك في دلوقتي نقدره كامل بسهولة جدا هذا هيساوي 32 زي ما هي انا عندي دلف مشتكة يبقى هنزود على القص واحد ونقسم على القص الجديد هيبقى سك سيتا كده احنا خلصنا فاضلونا خطة واحدة اننا نعود بقى انا كنت اخد X 2 10 سيتا انا هجي كده في جنب هقوله انه كنت اخدت X equal 2 10 سيتا يبقى انا من هنا 10 سيتا equal X over 2 انا هنا عايز اجيب السك فهعمل مسلس هنا سيتا 10 هيبقى X على الاثنين يبقى هنا root X square plus 4 تمام علشان اجيب السك انا عندي السك ده مقلوب الكوزين فهجيب الكوزين واقلبها انا عندي الكوزين سيتا بتساوي مجاور على وطر هيبقى 2 over root x square plus 4 يبقى ايزا السك سيتا equal root x square plus 4 over 2 ونعوض بقى في المسألة فأنا عندي هنا هتساوي 32 السك بكام الكلام ده كله فأيبقى عندي هنا هنا في نص اه 5 5 ده هينزل زي ما هو ونعوض بقى بالسك اللي هي هتبقى root x square plus 4 over 2 ده كله power 5 minus طلط ده هينزل زي ما هو السك قلنا root x square plus 4 over 2 ده كله بار 3 بلاس سي